وفق مجلس الشورى بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العواز المناعي المكتسب الإيدس ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدس وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس يأتي ذلك فيما بدأ المجلس مناقشة مواد مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة حيث صوت المجلس على 16 مدة من مشروع القانون على أن يواصل المجلس بحث بقية المواد في الجلسة القادمة وكانت الجلسة قد عقدت أمس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وفقا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاختراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والذي يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية حيث طلبت اللجنة استرداد مشروع القانون وذلك بعد أن أبدت الحكومة رغبتها بمزيد من التشاور حول الاقتراح بقانون هناك كان مداخلات بعض الأخوة الأعضاء في مجلس الشورى عن ضرورة حضور الحكومة عند مناقشة المقترحات بقوانين طبعا الحكومة ليست لديها مانع من الحضور وابداء الرأي عندما تسأل عن أمر معين نصص أخرى في اللائحة الداخلية وأيضا في الدستور قبل ذلك تحتم الحكومة ضرورة تعاون مع السلطة التشريعية وجهة نظري أن المادة 94 نصا في لائحة مجلس الشورى تعلي من شأن السلطة التشريعية عندما تحصر الأمر في البداية عندما مناقشة الفكرة وأخذ الرأي في الفكرة باللجنة ومقدم المقترح ولم ينص المادة 94 على حضور الحكومة ولكن عندما ترى اللجنة ضرورة أخذ رأي الحكومة وكما بيّن رئيس سيئة المستشارين دكتور عصام في مجلس الشورى اليوم بأن ممكن رأي الحكومة أن ينهي الموضوع بداية بمعنى أن هناك قوانين حاليا تغني عن هذا المقترح بقانون أو أن هذا القانون يتعارض مع الدستور في بعض مواد أو بعض مواد المقترح تتعارض مع مواد قائمة حاليا هذا الرأي من الحكومة طبعا سوف يفيد اللجنة وكما بيّن أن في بعض الأحيان تنازل صاحب المقترح وسحب مقترحة والسبب عندما علم بأن مقترح القانون فيه شبهة دستورية أو فيه عوار دستوري بيّنتان أن النص لم يرد فيه خاصة في قضية مقترحة القوانين بضرورة حضور الحكومة لأنه كما قلت هذا حق أصيل للسلطة التشريعية ومن حقا تتداول المشروع بداية تتداول فكرة المشروع بمعزل حتى عن الحكومة